باشر لفيما يخص أداء الواجب الانتخابي لرئيس جبهة المستقبل عبدالعزيز بالعيد من مدرسة الإخوة مختاري بحسين داي أين يؤدي واجبه الانتخابي في هذه اللحظات رئيس جبهة المستقبل عبدالعزيز بالعيد من مدرسة الإخوة مختاري بحسين داي إذن نعود ونذكر بأهم ما جاء في تصريح أو إجابة رئيس الجمهورية على أسئلات الصحفيين توقفنا فيما يخص الفئة المقاطعة قال أن الذين قطعوا من حقهم المقاطعة شريطة عدم فرض المقاطعة للغير مع احترام الآخرين وقال أن الديمقراطية هي أن الأغلبية تحترم الأقلية وتحترم أراءهم تحدث أيضا وقال أن كل جزائر حر في أن يشارك أو يقاطع من دون أن يفرد رأيه على الآخرين وهذه هي الديمقراطية وأيضا عرج وقال أعتقد أننا على الطريق الصحيح والشعب يمارس حقه في اختيار من يمثله وأيضا في الختام قال لا تعنيني نسبة المشاركة في الانتخابات بقدر ما يهمني أن تكون النتيجة معبر عنها من طرف الناخبين وهم الشعب الجزائري إذن كما تابعتم وتتابعون في هذه اللحظات نقول لكم أيضا مباشرة عملية أداء الوجب الانتخابي للأحزاب السياسية أين يقوم في هذه الأثناء رئيس جبهة المستقبل سيد عبد العزيز بالعيد بأداء واجبه الانتخابي مدرسة الإخوة مختاري بحسين داي إذن نعود بلال إلى ضيوفنا في البلاطو للتعقيب أو فيما يخص تصريحات رئيس الجمهورية بدأوا بك سيد العيد زغلامي يعني تحدث نقطة بنقطة سنتحدث عليها إنه قال أنه التشعيات هي هذه اللابلة الثانية في التغيير تحدث فيما يخص الفئة المقاطعة لغير ذلك تابعتم معكم الملاحظة الأولى هو على غير العادة لأول مرة رئيس يرتجل ندوة صحفية وهذا هو الأساس هذه الصباحة أديت الوجب التاعي كمواطن ووجب انتخابي هذه الانتخابات هي مهمة جدا هي الانتقال من مرحلة إلى مرحلة جديدة من خلال هذه الانتخابات سنخرج من سلطة الشارع إلى سلطة المؤسسات وهذه الأساسية لابد أن انخيراتها كل الجزائريات والجزائريين لأن هذه الانتخابات ستفسح أفاق جديدة لمستقبل وبناء جزائر الجديدة التي كنا نمل فيها الشعب سيأكد السلطة تعمل خلال هذه الانتخابات نتمنى أن تمنى الانتخابات كما الصابحة هذه في هدوء وطمئنا على مساوطني وهذا يشجعنا أكثر والشعب الجزائري فهم أن الخروج من هذه الأزمة المتعددة لن يكون عبر مؤسسة المنتخبة عبر مؤسسة الجمهورية وعبر سلطة كشعب وهذا الذي يشجعنا أن نعمل أكثر بارك الله فيكم هل أنكم مجددين مؤسسة حصاً من المدى؟ نحن بقدر ما نحن كجمهات المستقبل نريد النجاح ولكن النجاح الأكبر هو نجاح الانتخابات في حد ذاتها نجاح الجزائر فكل من ينجح إن شاء الله في هذا البرلمان كأحزاب كقوائم أحرار هم جزائريين ونعمل جميعاً من أجل أن نمشي مع بعضنا بعض فالنجاح والنجاح الانتخابات في حد ذاتها هو نجاحنا نحن كجبات المستقبل بارك الله فيكم